بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المصنف رحمه الله تعالى باب جامع إلى أن قال الحديث السابع عن عبيه رينة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء السلام الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله ووحده الذيك له له الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بلغ رسالته وعذى الأمانة منصح الأمة وجعلنا عذى المحجة البيضاء لا يزيو عنها إلا هلك صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا ونسوك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسجد والقبول في القول والعلم والعمل قد رحمه الله تعالى عن أبي هريض رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعليه لا يصلي أحدكم في التوفي الواحد ليس على عاتقه منه شيء هذا أورده المصنف المقدسي من كتابه عمدة الأحكام رحمه الله تحت الحديث التي عنونا لها بباب جامع وذكر فيه جملة من أحكام الصلاة منها تحية المسجد ومنها أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة ثم نزل فقوموا له قايتين ومنها أن إذا من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها ومنها أيضا الحديث الإبراد في شدة الحر وهذا الحديث أيضا يتعلق بال اللباس في الصلاة يتعلق ب ما يلبسه المصلي فقال رحمه الله عن نبيه ويصلى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في التوفي وحد رويا لا يصلي بإثبات الياء رويا لا يصلي بحذفها على أن لا ناهية وإذا ثبتنا فتكون لا نافية بمعنى خبر بمعنى النهي لا يصلي حينما تثبت الياء فهو خبر بمعنى النهي وإذا حذفت الياء صار النهي مباشرة لا يصلي أحدكم فرويا بالوجهين أو بالحركة بالإعرابين لا نافية أو لا ناهية لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على لا عاتقه منه شيء العاتق هو ما بين المنكب والرقبة ما بين المنكب والرقبة يسمى عاتق والعاتقان هو ما بين المنكب بين والرقبة اليمين واليسار والمطلوب الحد الواجب هو ستر العورة هو ستر العورة هذا مطلوب من المسلم والمسلمة في الصلاة وفي غيرها والعورة للروج من السرع للركبة ومرأة كلها عورة إلى وجهها وقل وجه وكفيها لكن هذا الحديث فيه شيء زائد عن مجرد أو الكثفة بسر العورة بمعنى أن هذا شيء ينبغي أن يراعى في الصلاة ولهذا مضع الثوب على العاتق زائد وهو بمعنى داخل في الزينة والمرأة كذلك حتى في بيتها تصلي وعليها خمار بينما من غير صلاة في بيتها بدون الخمار ومع حارمها بدون الخمار فالخمار أمر زائد للصلاة والله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة إذن هذا يعني ينبغي أن كما قال الله العلم أن يفهم على هذا النحو وأن ليس الكلام هو عن ستر العورة إنما الكلام على ينبغي تغطية العاتق لأنه أجمل وأكمل وينبغي لسان في الصلاة لأن يأخذ أحسن زينته فإذا كان ليس عنده ثوب واحد ينبغي أن يغطي عاتقه هل هو واجب وغير واجب الجمهوري وليس بواجب ولمذهب أحمد لأنه يجب تغطية العاتق وقيل في الفرض والنفل وقيل في رواية فأنا في الفرض في ماذا بأحمد والجمهوري يقول أنه مستحب ودليل للسحباب أن النبي صلى الله عليه في حديث جابر في الثوب وإن كان ضيقا فاتذر به والاتزار هو تغطية الجزء الأسفل كما تعلمون ألا غالبا أنه يكون إزار ورداء الإزار للعورة والرداء يوضع على أعلى الجسد إزار ورداء فقول النبي صلى الله عليه وسلم للجابر وإن كان ضيقا فاتذر به يدل على أنه لو صلى وهو متذر فقط ولم يضع شيئا على اعتقه أن الصلاة صحيحة وهذا وذي الجمهور وهدف الراجع إن شاء الله أنه لا تجيب لكن الأولى أن الإنسان يتخذ أو يأخذ زينته عند المسجد حتى ولو كان في بيته ولو كان لأن هذا للصلاة سواء كان في المسجد أو كان في بيته فالإنسان ينبغي في صلاته أن يأخذ أحتنى زينته لقول عز وجل يا بني آدم خودوا زينتكم عند كل مسجد والزينة يعني مما امتنى الله بها على بني آدم وعلى المكلفين وعلى الناس والزينة سواء كانت في اللباس أو في غيرها الآن امتنى علينا بالزينة وحتى حتى حتى في البهائم وقال وزينة 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 وإياه التي قبلها تركبها وزينة وعليها 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 جمال حين تريحون لتركبوها وزينة وأيضا في قولين لكم فيها جمال حين تريحون بمعنى أن اتخاذ الزينة والاستمتعة بالجمال ليس ممنوعا وليس من الزهد ليس من الزهد التي تتزين وليس من الزهد التي تستبسع بالزينة زينة اللباس زينة الحيوان زينة الحدائق الحدائق دات بهجة بمعنى أنها تبهج في النظر وتبهج في الرائحة وتبهج في استمتع الزهد بها وحتى النجوب وزينة وزينناها للنظرين فالله عزيز زين السماء بالنجوب لمن؟ للنظرين بما يدل على أن الاتخاذ الزينة هذا ليس من الكبر وليس من الزهد التي تتزين إنما لا تبالغ ولهذا العلماء قالوا قد أنزلنا عليكم لباسا لواري سوءاتكم وريشا إذن اللباس لباسان لباس لواري السوءة يعني يغطي العورة ولباس من ريش والريش الله عزيز خاصة الريشة بالذكر لأنه معلومة أن الحيوانات تغطى بالوبر وبالشعر وبالصوف وبالريش وأجمل شيء هي الطيور والطيور غطاؤها هو الريش غطاء الحيوانات إما شعر وإما صوف وإما ببر كما هو معلوم لكن الجمال في الريش ولهذا قد الزل وريشة بمعنى أن اختار الله سبحانه وتعالى أجمل ما كسيت بالمخلوقات وهو الطيور جمال الألوانية كما هو معلوم إذن اللباس لباسان لباس يغطي العورة يواري سوآتكم وريشة اللي هو الزعيد المقصود أن الصلاة ينبغي للمسلم أن يتخذ زينته مادم أنه واجد إذا كان يعني إذا كان يجد فينبغي أن يصلي وهو قد اتخذ زينته ولبس من أحسن ما يلبس ولهذا الزينة قدر زائد على ستر العورة ومن هنا جاء الحديث هذا لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه بمعاني يستكمل لأن كما تعلمون يعني حتى عند المرؤات وعند الرجال الإنسان لا يجلس مكشوب المنكبين لا يجلس مكشوب المنكبين ليس من الدوق ولا يدل على الإنسان يبالي أنه يبالي بإخوانه ويبالي بنفسه ويبالي بمرؤته إنما يلبس كما يقال لباسا محترما مادم أنه واجد أما إذا لم يجد هذا شيء آخر المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وفي برواية ليس على عاتقه شيء في منه وفي منه و إذن ستروا المنكبين أو المنكب داخل في الزينة داخل في الزينة والمرأة الحرة أيضا نهيت أن تصلي بدون خمار حتى ولكنت في بيتها كما قلنا ولكنت ليس عندها أجانب لأن هذا من كمال الزينة كذلك مع أن يجز لها وضع خمارها إذا كان عندها محالمها و فإذن هذا هو الذي قرره أهل العلم ولهذا الشارح يقول هذا النهي لا يصلي كما قلنا إذا قلنا لا يصلي لأنه يكون خبر عن النهي وإذا قلنا جازم يكون لا يصلي نهي مباشر يقول هذا النهي معلل بأمرين أن في ذلك تعري أعالي البدن ومخالفة الزينة المسلون في الصلاة هذا بمعنى مخالف للزينة حينما تصلي وجزءك الأعلى مكشوف وإن كان الصلاة صحيحة لكنه مخالف للزينة وعند أحمد كما قلنا أنه يقل مدام أنه واجد يجد أنه يحرم قيل لا تصح الصلاة وقيل تصح مع الإثم قيل تبضل الصلاة في ماذا بأحمد فقيل لا تصح مع الإثم وذكر علة أخرى وهو أنه قد يشتغل بإمساك زاره وهذا فيه مشعة للصلاة وكما قلنا إذن المقصود هو هذا من الدلائل على ما ينبغي للمسلم إذا كان واجدا أن يتخذ زينته حينما يصلي سواء كان في بيته أو كان مع جماعة المسلمين نعم الحديث الثامن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل ثوما أو بصل فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وأتي بقدر فيه خدرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعد أصحابي فلما رعاه كره أكلها قال فإني أناجي من لا تناجي هذا هذا الحديث يتعلق بشيء من أحكام الصلاة وهو موضوع أكل الثوم والبصل وسيد الحديث الذي بعد هذا الكراث أيضا كذلك أن هذا من المنهي فقال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا ولا يستزل مسجدنا وليقعد في بيته ثم أتي بقدر فيه خضرات أو خضرات من بقول فوجد لذيحا فسأل فأخبر لما فيه من البقول فقال قربوها يعني أعطوه فلان أو بعض أصحابه فلما رأاه يعني الصحابي رأى أنه كره يعني كيف الرسول لا يأكلها ونحن أكلها فلما راه كره أكلها فقال كل فأني أناجي من لا تناجي إذن هذا حديث يتعلق بأكل الكرات والبصل والثوم لمن أراد الصلاة وهو منهي عنه فليعتزلنا هذا هذا لم أمر فليعتزلنا بمعنى فليشتنبنا وليعتزل مسجدنا قيل إن قوله مسجدنا أن هذا خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأن وأن غيره ليس بتولنا كالصحي لا أنها كل مساجد ولهذا في عريوات فليعتزل مساجدنا في عريوات الجمع أو نقوم مسجد مع الجنس وليس خاصا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصل معروف أن الثوم بصل معروف الثوم والبصل معروف ولازل محتفظا باسمه اليوم معروف أن في كل الدول يعرفون أنه الثوم بصل وله رايحته الكريهة حين يوك نيئا أما إذا طبخ فإن رايحته تذهب وليقعد في بيته إذن الحديث جزءا نتكلم عن الجزء الأول والجزء الثاني تكلم بقدر هدث نتكلم فيها بعد الجزء الأول هذا هو الذي يعني تكلم فيه حكم على الأكل الثوم لمن أراد أن يصلي في المسجد ظه قال أنه محرم ولا يجوز أن يأكله لأنه يمنعه من صلاة الجماعة فصلاة الجماعة واجبة وفهم منه لا أن صلاة الجماعة ليست واجبة بذليل أنه يأكل ولا ينز في بيته ولا يأتي مسجد ويصلي في بيته والشيخ الشارح رحمه الله ذكر أمرا محل النظر كما سنر إن شاء الله فالشيخ يقول الكلام على الحديث من وجوه أحدها هذا الحديث صريح في التخلف عن الجماعة في المساجد بسبب أكل هذه الأمور واللازم عن ذلك أنها تتوجيه على هذا النهي أحدهم الرئيس إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحا وصلاة الجماعة غير واجبة على الأعيان أو تكون الجماعة واجبة على الأعيان ويمتأكل الإشياء إن حملنا النهي عن القلبان على التحريم فيقرب مساجدنا أو فينزلنا لكن كلام الشيخ الشارح في التلازم محل نظر أعيد كلام الشيخ رحمه الله بالدقيق موفقه أو عالم وعصولي وشافعي رحمه الله كان مالكيا ثم صار شافعيا مرة معنا في أول كلام في أول فيام على أول كتاب يقول واللازم على ذلك أحد أمرين يعني إما جماعة وإما أكلث ووصل إما أن يكون أكل هذه الأمر مباحا وحين تكون صلاة الجماعة غير واجبة هذا 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 التلازم الذي يفرضه الشيخ في شرحه أو تكون الجماعة واجبة على الأعيان ويكون أكل الثم محرما والبصر لكن العلماء قالوا لا لا يلزم فلما لم يسلموا الشيخ الدقيق على جلالته وعلمه وفضله قالوا ما يلزم صلاة الجمعة واجبة ومع هذا المسافر لا تجب عليه فلا يلزم أن حينما لا يجب الشيء أن 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 أثر على وجوبه من الجانب الأخر ما يلزم فالصلاة واجبة جماعة الأعيان ولا يشوش عليها نهي النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثم واصلا أن لا يأتي الجماعة لا وإنما طبعا وأيضا بالجماعة أن الثم البصر حلال مباح ما حدق بالتحريم أن محرم ما حدق قد يمنع لمن أراد أن يصلي يمنع وإلا هلس حراما إنما يمنع لرائحته ولا شك طبعا أن وهذا وهذا جانب المهم وينبغي يعني من كمال هذا الدين و المراعاته أو مراعاة المسلم لإخوانه واتصافه بالأخلاق العالية هذه من المتغلبات الدين أن ترأي شعور إخوانك لا تأتي برائحة كريهة وإنما تأتي وأنت على حال طيب سواء في ملابسك سواء في ثيابك في عرقك في فمك فالفولاد ينبغي أن ترأي هذا وهذا يعني لا ينبغي وأنا أقول لا ينبغي المسلم أن يتساهل بهذا أبدا ولا يستهيم بإخوانه وإن كان الفعل ليس محرما لكن لا انتزام الأخلاق وحفظ حقوق الإخوان في مراعاة مشاعرهم والتأدب معهم ويعني الحسن العشرة معهم سواء باللفظ أو بالكلام أو بالتصرفات أو بالجلوس أو بالآداب أو بالنظر أو بمحب ذلك هذا مما ينبغي المسلم أن يعني أن يهتم به والذي ينبغي أن يفهم أنك حينما يرزقك الله عز وجل وتكون على خلق كريم ليس من أجل إخوانك فقط وإن تأكد أن المستفيد الأول هو أنت يعني حينما يكون العبد على خلق كريم ويكون مؤدبا هو نفسه مرتاحة ولا يكون فصد لشيء في معنى إذا غادر إخوانها أو ذهب إلى فراشه هادئ مرتاح لأنه مؤدب فنم إذا كان غليظا أو عنيفا أو سليطا أو غضوبا هذا غالبا حتى يكون قلق حتى في نفسه حتى إذا كان منفرد في نفسه عنده قلق لأنه لأنه يعني الصفات السلبية ليست فقط يتأدى منها الآخرون لا أنت في نفسك تكون حرج فإنما حينما يهبك الله الأخلاق الطيبة والكريمة أنت بنفسك ترتاح فالمستفيد الأول يا إخواني من الخلق الكريم هو أنت وغالبا تفادق إخوانك وأنت قدر العين وأنت هادئ وأنت لا يعني ليس في صدرك شيء لأنك أصلا لن تحمل شيئا صدرك سليما صدرك سليم من أصل سليم بينما القلق هو الذي صدره غير سليم فإذا سلم الله صدرك وقلبك ذا قلب سليم وصدر سليم أنت الكاسب الأول المقصود أنه ينبغي النساء فعلا أنه يعني حينما يكون في المجامع سواء في الصلاة الجماعة أو في غيرها في المحافل في الجماعات وهو المكاتب أن يجتعد يكون على راحة طيبة ومن أسوأ طبعا ما ابتلي به أهل الزمان الدخان الدخان سيء وكريه قد يكون أشد من الثوم البصر لماذا أشد لأن الثوم البصر كما يقول مبح بالإجماع عنه حلال فالدخان لا الدخان تقريبا استقر على الحرام لأن ضرره مؤكد الثوم والبصر نافع ما وظهر والذي أكل ولحتى قال العلماء إذا كان محتاج إليه يأكله ويذهب المسجد لك محتاج لكن الدخان ليس في أي فائدة بل في الثرر ومعروفة وظرهم أكد وما كان في الثر بحث أو محظ فإنه محر أما بمعنى ليس نفعه أكبر من ضره لا ظره أكبر من نفعه كالخبر بل ليس فيه أصلا والنفع الذي ذكر في الخبر قاله هو الفلوس البيع وكذا دخان البيع فقط النفع هو في التجار صلى الله عليه وسلم والتجارة إذا قل محرمة صلى الله عليه وسلم التجارة محرمة فلنشك أن الدخان لا ينبغي إنسان يدخل أن يذي المصليين براحة الدخان إذن كلام الشيخ الملازمة بين الجماعة ليس لازما حين يستدل به أن الجماعة ليست تواجه ولا إنما كما قلنا هناك أشياء تمنع من الجماعة وهي واجبة ولكن لا تؤثر على وجوب الواجب كما قلنا في المسافر في صلاة الجمعة الجمعة واجب الاتفاق على الأعيان هناك المسافر ورخص له فليس هناك ثلازم بين الترخيص وبين الوجوب أما الجزء الثاني ووتي بقدر فيه خضرات أو خضرات من بقول فطبعا الخضرات هنا هي البقل الخضراء والبقل كل نبات أخضر البقل كل نبات أخضر سمى بقل فالبقول حينما يقول البقول بمعنى أنها من منتجات الأشياء الخضراء منتجات الأشياء الخضراء سمى بقل وبقول جمعن بقل وقالوا كل نبات أخضر أو أخضرات به الأرض وخضرات واحدها خضرة فالجلس هذا النبي صلى الله عليه وسلم امتي بقدر والقدر معروف في رواية ببدر بدر أيضا لكن القدر غالبا للطبخ القدر غالبا يطبخ به لكن أواني أخرى قد لا يطبخ به أواني أخرى وفي بعض الرواية كما قال الشارع ببدر والبدر إناء لكنه ليس للطبخ ولهذا احتمال أنه قال يكون نيئ أو مطبخ لما قال بقدر لكن غالبا أنه نيئ لأنه قال أنني أناجما لا تناجي فوجد لها ريحا يعني ريحا مستكرة ريح بمعنى لا لا يحبذه الحاضرون فسأل فأخبر بما فيها من البقول دوة الرائح يعني الكريهة فقال قربوها إلى عطوها فلان وفلان أصحابه فلما رأى الرسول سلم لما رأى الرجل كره يعني كيف الرسول يعني يكره ونحن لا نكره ها فقال أكل كل كل طبعا هذا ديع الإباحة وأمر طبعا لكن الأمر يدل على الإباحة فإني أناجي من لا تناجي الرسول يناجي ربه الرسول يناجي ربه فقال فإني أناجي من لا تناجي فبعن أنها أن تكلها قالوا إن هذا خارج الصلاة هذا خارج الصلاة لأنه من أكل فلا اعتدم صلاة فالإنسان إذا كان وقت بعيد إذا أكل يحضر الصلاة وقد انقض رايحة ما في معنى مثلا ما بين الفجر والظهر قد يكون بعيد أو بين العشة والفجر الذي يأكل ينام وإذا الفجر لا فيه رايحة لا معنى أن يأكل فالجزء الثاني من الحديث قد يكون في وقت ليس فيه صلاة قريبة ليس فيه صلاة قريبة فقال كل لكن الرسول ما يأكل لأنه يقول أناجي ولا تناجي وهذا ليس مرتبطا بوقت الصلاة هذا هو معنى الجزء الثاني من الحديث نعم الحديث التاسع أنجابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقرب النمسجد فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان وفي رواية بنو آدم هذا الحديث الثاني مرتبط من قبله لكنه في الكراث الأول في ثوم البصل وهذا فيه الكراث وقال عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقرب النمسجد ثم ذكر التعليم فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان ومما يتأذى منه بنو آدم في معنى أنه العلة هو مراعاة مشاعر الناس وكما قلنا قبل هذا ينبغي أن يتحلى به المسلم في أحواله كلها في الأحوال التي يجتمع فيها مع إخوانه سواء في المسجد أو في مكتب أو في سوق أو في أي تجمع أو في حتى مع ضيوفه ينبغي أن يكون على حال حسن ولا سيما في مثلك بالروائح وكما قلنا يعني أن الأخلاق الكريم نعمة الأخلاق الكريم من الله عز وجل وبخاصة على من ينعم الله عليه ويكون على خلق كريم و من أعظم يا أخواني من أعظم مظاهر الأخلاق الحياء ولهذا اجتهدوا فعلا أن يسهد الحياء بينكم والرسول القلب الحياء لا يأتي إلا بخير الحياء أبدا لا يأتي إلا بخير وليس ضعفا الحياء ليس ضعفا إنما الحياء يدل على المرؤة ويدل على الحس المرهف أن الإنسان عنده حس مرهف بمعنى يكره أن يصدر منه ما يشين نفسه أو يوذي إخوانه هذا هو الحياء الحياء أن تتحاشى أن تتحاشى أن يصدر منك شيء سواء تنتقد أنت فيه أو تجرح فيه ما شاء إخوانك وهذا خلق الرفيع خلق الرفيع و يعني حساسي عالية وحسهم مرهف حينما يهبك الله مثل هذا بحيث تراعي مشاعر إخوانك وتستحي لأن الحياء يدل على ما في الإنسان من خلق العالي وتقدير لنفسه وكما قلنا يحترم نفسه ويحترم إخوانه وتأكد يا إخواني أن جميع الأخلاق الأخلاق الكريمة المستفيد الأول صاحبها المستفيد الأول لا تظن أنك تمن على إخوانك بالأخلاق أو تمن على إخوانك بأنك تكون كريم أو تمن على إخوانك أن لسانك مؤدب هذا جيد لكن تأكد أن المستفيد الأول أنت أول النعم من الله عليك وأنك كما قلنا حينما تنفرد تكون قريب العين ومرتاح لأنه ليس في صدرك شيء بينما الذي فيه سلاطة أو فيه أذية أو فيه يعني عنف أو فيه غضب أو فيه يعني يضايق إخوانه هو بالنفس يضايق وأنتم تلاحظون الإنسان الحاد الطبع أو الغضوب أو التجري هو نفسه قدق وغالما يبدو على وجهه العبوس يبدو بينما الإنسان الكريم والمؤد أبدا تجري وجهه مضيء ومنير سواء ينفرد بنفسه أو كان مع إخوانه ولهذا اشتهد إخواني في أن ترععوا مشاعر إخوانكم رزق الله وعليكم جميعا حسن الخلق والتأدب مع أنفسنا ومع أهلنا ومع إخواننا وصلى الله وعلى محمد وآله وصحبه وصحبه وصحبه